بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف السادس كنا قد بدأنا بشرح العديد من القواعد النحوية والإملائية خلال هذا القصل اليوم سنقوم بمراجعة لأبرز ما مر معنا في هذا الكتاب الصفحة التاسعة والسبعين السؤال الأول ميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل فيما تحته خط ألف قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق صدق الله العظيم الفعل الذي خط تحته هو يستحي ونحن اتفقنا بأننا لا نحكم على شكل وظاهر الفعل إلا عند إعادته إلى الجذر الأساس أو الفعل الماضي المجرد منه نقول أصل يستحي حية حية إذن حية تحتوي على حرفي علة الياء والياء إذن هو فعل معتل ونوعه لفيف مقرون با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقل لها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الفعل الذي خط تحته أتبع أتبع ليست ماضي مجرد يجب أن نعيدها إلى الجذر الأصل نقول أتبع أصلها تبع هل تبع فعل معتل أم صحيح؟ نقول هو فعل لا يحتوي على أحرف العلة إذن هو فعل صحيح طب ما نوعه؟ نقول هو سالم لأنه لا يحتوي على همزة ولا يحتوي على التضعيف جيم سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردا لدينا سأحمل أو أحمل ولدينا ألقي أحمل يجب أن نعيد هذا الفعل إلى المجرد أصل الفعل حملة هل حملة صحيح أم معتل؟ بالكاد هي صحيح لأنها لا تحتوي على حرف العلة وكذلك هي سالم لأنها غير مضاعفة وغير مهموزة ولدينا الفعل ألقي أصل الفعل لقى لاحظ أنه يحتوي على حرف علا واحد وهو الألف وبالتالي هو فعل معتل ناقص السؤال الثاني اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه يا بني إياك أن تكون مغرورا برأيك فتعتقد أنك مصيب وأن غيرك إن خالفك على باطل بل وسع صدرك واجعل شعارك إن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب يا بني أعمل عقلك وراعي حقوق الآخرين واحرس على راحتهم لاحظ هذا النص عزيزي الآن نقوم بالإجابة عن الأسئلة السؤال الأول أو ألف من السؤال الثاني ما العبارة التي أوصل أبو ابنه أن يتخذها شعار له؟ الإجابة من الفقرة قال الأب يوصي ابنه أن يتخذ شعارا إن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب يعني أي شخص مننا قد يكون على صواب وقد يكون على خطأ يجب أن نستمع إلى الآخرين وأن نصحح معلوماتنا إذا كان هناك خطأ معين با استخرج من النص فعلا صحيحا وآخر معتل هناك العديد من الأفعال مثلا فعل صحيح تعتقدوا لأن أصل الفعل حقد حقد لا يحتوي على حروف علا اجعل أصل الفعل جعل لا يحتوي على حروف علا وبالتالي هو فعلا صحيحا فعلا معتلا وسع ما أصل الفعل وسعة إذن هو فعل يحتوي على حرف علا في بدايته إذن هو فعل معتل مثال جيم اضبط ما تحته خط في النص ضبطا سليما عندما تعود إلى النص تجد أن مصيب هي التي خطة تحتها ولكن كيف لي أن أعرف كيف ما هو الضبط السليم لها يجب أن أعود إلى ما قبلها الجملة تحتوي على أنك مصيب لاحظ أن وقلنا أن أن وأخوات وأخواتها تنصب الإسم وترفع الخبر فالكاف تكون ضمير متصل مبني في محل نصب إسم إن ومصيب تكون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره دال جرد كلمة حقوق من أحرف زيادة عندما أقول حرف زيادة بمعنى أنه حرف إذا حذف لن يختل معنى الكلمة حقوق مأخوذة من الفعل أصلا حقا يحتوي على حا ويحتوي على القاف ويحتوي على قاف أخرى وبالتالي فإن الحرف الزائد هو الوا ولو جرب الطالب أن يحذف الحروف لن يختل المعنى بحذف الوا ولكنه يختل بحذف حرف الحا أو القاف أو القاف السؤال الثالث اختر مما بين القوسين أو ضبط السليم لآخر ما تحته خط نقول أصبحت مصادر التالي علمي متيسرة كيف لنا أن نعرف أن متيسرة بتنوين الفتح أو منصوبة نقول بأن أصبح من أخوات كان وكان اسمها مرفوع وخبرها ماذا؟ منصوب لذلك متيسرة خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره با لعل النصر قريب لعل من أخوات ماذا؟ من أخوات إن إذن اسمها منصوب وخبرها مرفوع عكس كان لذلك نقول النصر بالفتح بالفتحة نقول اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره السؤال الرابع هو سؤال يصب في المجرد والمزيد من الأسماء والأفعال لاحظ الكلمات الموجودة واحدة من الكلمات الآتية مجردة حددها مراجع مرجع رجع رجوع استرجاع ومراجع جميعها كلمات تحتوي على حرف زيادة لو استطعنا أو لو جربنا أن نحذف منها حروف لا استطعنا مثلا مراجع نستطيع أن نحذف الميم والألف إذن هي مأخوذة من الرجعة أو رجعة مرجع نستطيع أن نحذف الميم فهي أصل الكلمة أو مأخوذة من رجعة رجوع كذلك فيها الواو زائدة استرجاع فيها الألف والسين والتاء مراجع فيها الميم والألف إذن الفعل الوحيد الذي يحتوي على الحروف المشتركة هو رجعة فيها الراء والجيم والعين إذن هي الكلمة أو الفعل الوحيد المجرد ها هنا السؤال الخامس السؤال الخامس يقول ضع خطا تحت الفعل الصحيح وخطين تحت الفعل المعتل لاحظ خطين تحت الفعل المعتل وخط واحد تحت الفعل الصحيح هذه جميعها أفعال يعني لا نريد أن نعيدها إلى الأصل لأنها جاهزة لدينا سعى ووصف وصامة لاحظوا أضع أنا خطين تحت هذه الأفعال لأنها تحتوي على حروف علا سعى فيها الألف فهو معتل ناقص وصف فيها الواو فهو معتل مثال وصامة فيها الألف المنتصف فهو معتل ماذا؟ معتل أجوف لكن سمع وشكرا وأكل هي أفعال ماذا؟ أفعال صحيحة لماذا هي أفعال صحيحة؟ لأنها لا تحتوي على حروف علا فهو بالتالي سمع وشكرا هي أفعال صحيحة سالمة طيب أكل فعل صحيح ولكن هو فعل صحيح مهموز لأن فيه همزة إلى هنا نكون قد أنهينا حل أسئلة المراجعة النحوية وننتقل إلى أسئلة المراجعة الكتابية أو الإملائية ترجمة نانسي قنقر